يقول فضيلة الشيخ صفتكم الله يقول إن بعض الناس إذا انتهى من العقد على زوجته وسلم المهر إليها يأخذ الزوجة بعد العقد بأيام يقول إن بعض الناس إذا انتهى من العقد على الزوجة وسلم المهر إليها يأخذ الزوجة بعد العقد بأيام ويذهب بها إلى محلات الأثاث ليأخذ رأيها علما بأنه لم يعلن النكاح ولم يحصل الدخول وهذا قد يفتح باب التكلم في عرضها فما نصيحتكم لمثل هذا الجوال الجائز إذا عقد عليها عقدا صحيح فهي زوجته ولكن العرف له دفن وما عليه الناس وتجنب صوء الظن تجنب هذا الشيء من باب أنه لا يساء به الظن وإلا ما دام أنه عقد عليها فهي زوجته لكن ما دام الناس يستنكرون هذا ويسيئون الظن به يتجنب هذه الأمور نعم